اشتركوا في القناة يعني الوصفة سووا ضعف المقادير لأن هذا المقدار اللي سويته ما رح يكفيكم ومن كثر ما طيبة وما ينشبع منها قبل ما أبدي بالفيديو أتمنى أن تشاركون الفيديو مع الأهل والأصدقاء وعلى الصفحات الاجتماعية واللي ما مشترك بالقناة أتمنى أن يشترك ويفعل الجرس ولا تنسوني باللايك أحتاج للوصفة كوب واحد من السميد وكوب واحد من الطحين وملعقة كوب واحدة من الملح أو أقل ملعقة طعام واحدة من الشكر ملعقة طعام واحدة من الخميرة ثنين ملعقة كوب من البيكن باودر ثنين كوب مي دافي مثل ما داشوفوا نفس الكوب اللي قصد بي المواد الجافة ذا أقيس بي المي مثل ما شفتو خليت كوبين مي ورح أخلي يعني أقل من ربع تقريبا نص ربع كوب مي أضيف وأخفق هذه العجينة بالخلاط أو إذا تريدون محضرة الطعام أو بالخفاقة اليدوية اللي متوفر عدكم شوفوا العجينة بهذا الشكل أريدها تكون أفرغ العجينة بشي ثاني وأغطيها وأتركها شي نص ساعة تختمر وارجع لكم بعد ما اختمرت العجينة أشيل النايلون منها وأحركها شوية ورح أبدي بتحضيرها أمسح المقلات بقليل من الزيت قبل ما أخلي العجينة عليها والأفضل أن تستخدمون مقلات يكون حجمها صغير حتى تطلع عكم القرصة حجمها صغير أخلي من هذه العجينة بالمقلات وأخليها النار تكون متوسطة لا نار قوية أفضل للعجينة عجينة كلش ممتازة وسهلة وما تلتصق بالمقلات وما تحتاج يعني أن تقلبوها بشي ملعقة أو بالشوكة يعني فقط تقلبوها بالمقلات عندي المكان شوية ضيق فلذلك شوية ما غطت التقليبة وإلا هي يعني كلش سهلة تقلب هذه الفطائر بالمقلات وأقلبها مثل ما شفتوه على الجهة الثانية حتى تستوي من الجهة الثانية وأرفعها وأنسح المقلات مرة ثانية بالزيت وأخليها مثل ما دا شوفون خليت مقلات ثانية جهزتها مساحتها بالزيت وخليت عجينة عليها وخليتها على العين اللخة مع الفرن هي الكاميرا المكان يعني ضيق ما يكفي فلذلك شوية صعبة أن أصور لكم مكانين بالفرن شون دا أحضر العجينتين هي عجينة وحدة دا أحضرها قصدي بمقلات اثنين حتى أسرع تمشي الشغلة ويعني هذه الوصفة رهيبة رهيبة جدا راح كثير تحبوها ونصيحة مني لا تسوون يعني المقادر اللي سويتها سووا أضعاف هذه المقادر لأنه بصراحة ما ينشبع منها بكثر ما طيبة وأستمر بتحضير هذه الفطاير كلها إلى أن ما أنتهي منها بنفس الطريقة مثل ما شوفتكم فهي هذه كانت وصفتنا لهذا اليوم أتمنى تعجبكم الوصفة وتجربوها وألف عافية مقدما وأترككم بأمان الله إلى أن من انتقي في فيديو آخر شكرا جزيلا للمشاهدة شكرا للمشاهدة